أنت قادر على ترك المعصية والله مهما تزخرفت المعصية ومهما تعودت على المعصية أنت قادر ليس بينك وبين ترك المعصية سوى عزيمة صادقة ألا ترى أن إخواننا الذين ابتلوا بشرب الدخان لو قيل لأحدهم في غير رمضان أمسك خمس ساعات لقال أنت مجنون أنا رأسي ينفجر أنا لا أستطيع فإذا جاء شهر رمضان وصدقت النية وعظمة العزيمة يمسك عن هذا الدخان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس يستمر لساعات لو طلب منه أن يمسك عن شرب الدخان في غير رمضان نصف هذه الساعات لأبى إباء شديدة ثم انظر في حاله أول ما يؤذن المغرب يبادر إلى شرب الدخان ما الفرق بينه في النهار وبينه في الليل إنها العزيمة العزيمة لله كان في نهار رمضان ذا عزيمة يخاف الله فكان قادرا فلما أدن المغرب إن حلت عزيمته فسقط خاسرا وهكذا نحن جميعا مع جميع المعاصي إن صدقت العزيمة والله إننا لقادرون على أن نتركها وأن نبتعد عنها ولكن مصيبتنا في ضعف عزائمنا فإياك أن تقول أنا لا أستطيع بل والله إنك تستطيع رأيت أطفالا مكبلي بعضهم لا تتجاوز أعمارهم خمس سنوات ويترك الأطفال المرضى دون رعاية طبية للتحقيق في تقارير عن انتشار الانتهاكات وسوء المعاملة داخل هذه المدارس يدقني وبزنزلني لو قلت أنا ما أشير رأينا أطفالا مقيدين كالحيوانات ويطربون بوحشيه حتى إن البعض كاد أن يموه كما سمعنا روايات عن اعتداءات جنسية وذلك بعد ظهور تقارير على التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي عن انتهاكات مروعة تحدث في الخلاوي فضائع وانتهاكات بحقوق الأطفال ترتكب في كواليس خلاوي دينية كانا صبيين في الرابعة عشر من العمر إسماعيل ومحمد نادر نقل إلى مستشفى الخرطوم بحري في العاصمة توجهت إلى هناك مباشرة مباشرة بس هدى عيوني الحمدينة خلال خلال هجدهم في قرفة من يوم السبيد والا عركل والا إشراق من يوم السحلوم القطران إجسامه كله نجاسية وعظامه ضهره كتاداً الضهر الخير يكون شماشي خير يلوفي الشوارع ده مامود لكن ده قد تحول الله قد تحول الله قد تحول الله أهلاً من دلك أبو سيريسيدي تجون مسلم بعمل كلام، تجون قالت فرعان يسبقون بيسراطفون بعمل كلام ديلا صلوة شخص من الخلق يدقى نفسي نعم الدون يساوه بساقي يلقى قطع ربس بدبقا قايا رابس بدبقا قلنا ضرر النباء هنا ضررر نجيل فتنا شاشنا منظر كان وحش يعني منظر معاول ريح عفنا والظهر كله مصلوخ سبحان الله أنا ما شفتهم كده ما أتوقعت أنه ده ده محمد نادر ابني اللي جبته أنا قبل شهر ونص منذ عام 2018 درت 23 خلوة في كل أرجاء السودان في العديد منها رأيت أطفالا مكبلي بعضهم لا تتجاوز أعمارهم خمس سنوات سعقت عندما علمت أنهم كانوا يضربون باستمرار يعاقبون من قبل الشيخ أو أحد الطلاب الأكبر سنة لارتكابهم الأخطاء أثناء التلاوة بدا لي الأطفال في صحة سيئة ويعانون من سوء التغذية عدد كبير منهم يجبر على النوم على الأرض في جو حار جدا حاولت أن أعمل استكشاف عام من ضمن المباني واحد قليد السين هذا هو السين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر